ونبقى عندنا واقع جديد وتعود لنا قيامنا بتاع الزمان يا جماعنا فاكر في بلدنا في المعنى في قنى كان أكلنا الوغيكة والملخية وعيشين وآخر حلاوة كنا بنقعد قعدة المصطبة حاسين ان الدنيا كلها معانا كنا لما نقعد تحت شجرة الجميزة بالحس ان احنا موجودين في باريس لو بننزل الترعى عشان نستحمى بنحس ان احنا قاعدين في أعظم بحر كنا راضين بحياتنا وكان عندنا أمل لقدام وكان عندنا إصرار وعزيمة وعنان ان احنا هنحقق اللي ما قدرناش نحققه او اللي أسرنا ما قدرتش نحققه كنا بنشوف مصر في هذا الزمن زمن عبد الناصر وإحنا صغيرين يزرع فينا الأمل كنا بنروح منظمة الشباب الاشتراكي ياخدونا يعلمونا معنى الانتماء الوطني ومعنى ان تكون وطنيا كان بيزرعوا فينا كل حاجة جميلة في البلد ما كناش نشوف السوشيال ميديا والكلام الهكس اللي بتكتب فيها اذا قلت رأي تتشتم اذا عرضت تتشتم اذا صمت تتشتم احنا فين ايه التسيب اللي حاصل ده لما بتروح تعظي مصلحتك تلاقي عقد الدنيا كلها في موظفين اداريين يكفروكم الدنيا باللي فيها خلاص بيقفل عليك والله انا اشتكاني صديق راح بس يخلص مشكلة كهرباء في احد احياء القاهرة نعرفش يقابل السيد رئيس الحي ولما قابل الموظفين قال له بص عاستحل مشكلتك ادفع الصديق ده خالد ايه جمال خالد عبد الناصر كان عندي في المكتب الكامير ومتكلم قال لي صورة انا مش مصدق واقس على ذلك كم بني آدم عايز يقضي مصلحة يلاقي السكة مقفولة قدامه ولقى الموظف بيقول له حط اللي الرشوة على هنا على التربيزة مش في الدرج كم واحد يروح عشان يحصل على حقه في اي مصلحة ولا يستطيع انا لما بشوف ناس فجأة بتثرة وتغنى وتشتغل في البلطاجة وغيرها بشوف النمازج دي بشوف نمازج منحرفة اصبحت اثرياء واغنياء انا من حق ازعل واحبط واعاني نفسيا لكن مش من حق ان انا انتحر انا بقر بانه في مشاكل مجتمع باكمله ويمكن الرئيس سيسي تكلم عني اكتر من مرة تكلم عن البهوات اللي مفروض يكونوا سند للدولة في الادارات او في غيره او في مجالس ادارات او شركات او غيره او غيره او غيره ولا الموضوع يعنيه انا لما بشوف الواقع ده وبشوف المفاهيم اللي اتغيرت وتبدلت وبشوف الدعوة للشزوز الجنسي تدخل بيت اولادي وتدخل كذا وكذا واجد اللي يبرر لها وقول دي حرية وانتو عمزين تمنعوا الافلام اصحاب ولا عز ولا غيره ولا غيره ولما نتكلم نتهم ان احنا متطرفين وماشيين ورا السلفيين يا اخوانا دي قيامنا الاجتماعية وده عقدتنا اللي احنا يجب ان نحافظ عليها يمكن فانان اياد نصار خرج واعتذر انا بحييه على الموقف ده لكن كام واحد عمل له وحسين بالمقاس اللي بتحصل في المجتمع اولادنا اللي بقى عليهم ضخ مستمر ضرب القيم المجتمع تدمير لاخلاقياته سعي لتفكيك الاسرة محاولة لابراس كل التناقضات وانا في النهاية كمواطن مصري من حقي اننا اتساءل